موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج لفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانتو يقول نمشي بطريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع شريف أنا أريد أن أقالك في حاجة نحن نسمعها كثير اليومين دولة في تعريفات وناس كثير تتكلم عن علم الإنسان موجود في كليات كثير أقسام بتدرسه وإحنا أريد أن نعرف هل الكتاب المقدس بيقول نفس الكلام بتاع النظريات دي ولا لا؟ وهل أصلاً هو مهم أن نتكلم عن علم الإنسان هل ده بيفرق في حياتنا ولا ما بيفرقش؟ دول كذا سؤال متركبين في بعض خلان أول بس نأكد أنه فعلاً فيه كليات كثيرة بتتكلم عن الإنسان يعني في حاجة مع علم الأنثربولوجي في كليات بيتدرس كده الناس بتدرس هربع سنين بتدرس مين هو الإنسان فتدرس تطور الإنسان وتطور تفكيره وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخر حتى بتدرس الأديان يعني بس بتدرس الأديان مش فيما يتعلق بعلاقته بربما لكن بما يسمى تطور الحس الديني عند الإنسان إزاي فكره الديني بيتطور وعلم الأنثربولوجي مش بس بيبقى بس كده ده كمان بيبقى فيه كلام عن علوم تانية مرتبطة بي إزاي البيولوجي إزاي طبيعة الإنسان الحيوية مرتبطة بشخصيته وبتطوره وبطريقة تعامله مع الآخر ومع نفسه ونظرته نفسه آآ علم الاجتماع فيه برضو أقسام اسمها علم الاجتماع بتتكلم إزاي إن الإنسان مخلوق مجتمعي وبيتواصل مع الناس وإمتى بيزهو وإمتى بينطفي وإمتى بيتدايق وبيعمل اللي بيعمله ليه وليه بيحب يعيش في مجتمعات كل النظرات دي بتتكلم على الإنسان من نفسه من جوة نفسه أو فيما تعلق بعلاقته بالآخر لكن ولا حاجة من الكليات دي هتكلمك فيما تعلق بأنه فيه إعلان خارجي الله بيقول على الإنسان إيه ده ما حولك الإنسان بيقول على نفسه إيه أو الإنسان بيقول على الآخر إيه لكن مفيش ولا حاجة من دولة هتقولك الله بيقول على الإنسان إيه مفيش كلام على الإعلان خارجي الإنسان والكليات دي ممكن تكون بتقول حاجات مظبوطة يعني تشخصها في بعض الأحيان بيبقى كويس لكن بيبقى فيها أوقات كتيرة فيه تعارض مبين اللي بيقولوه والإستنتاجات اللي بيوصلوا لها والمبادئ اللي بيرسخوها مبين الكلام اللي بيقولوا الكتاب المقدس طب ممكن تحكي لنا عن شوية من النظريات دي يعني زي إيه اشرح لنا كده مثلا من أشهر الأفكار اللي تقلت على الإنسان مش حتى لو ما تقلتش بتتمارس الناس بتعيشها بتقيم الإنسان بهذا الشكل إن الإنسان زي الآلة وعظي إيه إن زي الآلة أنت بتقيسي إزاي كفاءة الإنسان أو جودة الإنسان أو قيمة الإنسان من حيث انتجيته ودي نظرة مرتبطة بالعلم الصناعي والشغل فلو أنا صاحب شركة أو صاحب مصنع مين بالنسبة لي اللي له قيمة أو إيه الإنسان اللي له قيمة الشخص اللي بينتج أكتر اللي بيدي نسعة أكتر بكفاءة أكتر ولو وحش ولو وحش صاحب مصنع عارف بالضبط زي إيه زي مثلاً لو أنا جبت عربية جديدة فأتلاقيني بعمل فيها إيه بمسحها وبخسلها ولما فيها حاجة بوز أبقى حريص إن أنا غيرها بسرعة بتحس إن صاحب العربية موجود عشان يخدم العربية العربية أم ريحها بس هو برضو حريص جداً إن العربية تبقى كويسة بعد مثلاً خمس سنين بعد عشر سنين العربية تبدأ مشاكلها تزيد الموتوري بقى في مشاكل كتير فأنا حتطر أعمل إيه بقى حبدأ أفكر أتخلص من العربية وأدور على العربية تانية فيه ناس بتبص الإنسان كده طول ما أنت بتنتجلي طول ما أنت في الشغل بتديني انتك كويس بتنجزلي أنت ليك إيمة أول ما قمتك تقل أنا عايزة أتخلص منك والموضوع ده تطور جداً في المجتمعات بدأت تقول أو أنا لم يبقى عندي ناس عواجيز أو ناس عندها إعاقات الناس ديت بقى هتفيد المجتمع فيه ده دلوقتي ده اللي بينتجلي ولا بيساعد في نمو المجتمع ولا بيساعد أن المجتمع ليأكل ولا يشرب ولا يزدهر بالعكس ده بيستنفذ مواردي الناس بتخدمه بيأخد أكله ما بينتجش بيأخد صرف علاج طبي ما بينتجش طب إحنا إيه إحنا إيه اللي يكبرنا كمجتمع نعتني بيه وده اللي خلوا واحد زي هتلر في يوم من الأيام عايز يقضي على أي حد عنده إعاقة مش حينفيد المجتمع لا إحنا مش عايزين لزي دوله هيعطلونا فإنت بيقول النظرة دي ممكن يكون فيها شيء من الصح بس مش كلها مضبوطة طبعا إيه قال الإنسان كائن منتج ربنا خلقنا أن إحنا نشتغل ونعمل طبعا طبعا بس دي مش قيمتي بزبط دي مش قيمتي فده خلى قيمة الإنسان في إنتاجيته طب قلنا هل فيه نظرات تانية أو لا في نظرات تانية طبعا ممكن تبص الإنسان بشكل برضو مش أنسب حاجة أو بتحد الإنسان أو بتديله قيمة في مكان غلط زي مثلا إن الإنسان كان حيواني طبعا ما حاتش أقولك إن الإنسان كان حيواني أما ما نسمعاش كده مش هتسمعها كده وحتى مش بتسمع الإنسان كان آلي زي ما كنا بنقول لكن الناس بتبص الإنسان على إنه مثلا حيوان متطور فلو أنا بقوم بمنظرية التطور فالفرق ما بين الإنسان والحيوان هو فرق في الدرجة إنه الإنسان درجة أعلى شوية مش فرق في الجوهر وبناء عليه لو أنا مشيت وراء السكة ديت الإنسان ملوش مصير أبدي زي ما الحيوان ملوش مصير أبدي الإنسان برضو ملوش مصير أبدي هو الإنسان قد تطور وبقى في مرحلة أحسن وعايش بشكل أحسن بس بعد ما يموت ما فيش حاجة هو بس ما فيش فرق جوهري بين الإنسان والحيوان بس إحنا نشوف لما بنمرض أو بيحصل لنا أي حاجة الأول قبل ما بيجربوا علينا التجربة بيجربوها على فران رود وبعد كده يجربونا أيه فده ما بيقولناش حاجة عن فعلا بص هو فيه ناس كتير يعني اللي خلتها تقول كده إنه فيه كمية تشابهات رهيبة وبذات بيولوجية بيننا وبين الحيوانات في حاجات كتير الأجهزة البيولوجية بتاعتنا فيها تشابهات كتيرة جدا لكن التشابه دوت ما يقولش إن إحنا زي بعض بالظبط لما تقرأ قصة الكتاب المؤدس الرب يعني وهو بيكلم على خلق الإنسان فيه فيه فرق جوهري في تكوين واحد بنشوف إن الكائن الوحيد اللي تقال عليه كده إن نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا ففيه فرق جوهري لكن في نفس الوقت الإنسان معمول من تراب الأرض ففيه تشابه فعلا والتشابه ده يقول إن إحنا الاتنين معمولين من المادة اللي ربنا صنعها وإن الصانع واحد نفس الديزاين على أقل البيولوجي من نواحي كتير لكن فيه فرق جوهري في الإنسان الفرق ده إنه على صورة الله الإنسان مش بس أسمة في الدرجة الإنسان النوع بتاعه أو الطبيعة بتاعته مختلفة الطبيعة الروحية في جوهره الإنسان أسمة بكتير من الحيوانات طب قبل ما نخش في القضية دي معلش ممكن تقول لنا بقى النظريات من ضمن النظرات التانية مثلا إن الإنسان كائن جنسي من أشهر الأسماء اللي ارتبطت بالنظرية دي سيجموند فرويد اللي كان بيقول إن أكتر حاجة بتوصف الإنسان أو أكتر محرك للإنسان هو احتاجه الجنسي والنظرة دية مع أنها تبدو يعني الناس ممكن تسمع تقول لك إيه النظرة دية دي نظرة صعبة جدا في الحقيقة يعني لو تشوف المجتمعات دلوقتي في خناقة كبيرة دايرة في العالم مرتبطة بالهوية الجنسية بتاعت الناس هل ينفع أنا أعرف نفسي من حيث هوية الجنسية يعني أقول أنا أنا مثلي أو أنا أنا عندي ميول مثلية أو أنا عندي ميول للجنسين أو أنا غيري يعني أكدني بقيت دي الحاجة اللي بتقول أنا مين دا المجتمعات بقت بتتخنق على كده لما بيقولوا حنختار مثلا رئيس جمهورية أو حنختار حد في أعلى محكمة أنا بكلم في أعلى دول في العالم بيبقى أكتر حاجة شغل الناس هو الشخص داو تحيبقى موافق على الاتجاه دا أو الاتجاه دا شوفي مع كل التقدم اللي الإنسان بقى فيه بس الهوية الجنسية بتحدد كتير جدا جدا من مستقبل مجتمعات وبلاد بالضبط لأ فاكرت كمان أن نظرتي لتعريفي أنا أنا مين أنا مين بيأثر على حياتي ويمكن يأثر على المجتمع كله على المجتمع كله وعلى البلاد ومستقبلها ونقبل مين في المجتمع وما نقبلش مين ومين ياخد مكانة عالية ومين مين ياخدش مكانة عالية فكل دا مرتبط بالهوية الجنسية فساعد الناس حدد الإنسان أو بقى تعريف الإنسان هو إيه جنسيا حتى لو كرجل والله امرأة الهوية الجنسية بتاعتك إيه هتحدد أنت هتعمل إيه أو أنت مش مساء هتعمل إيه أنت مين أنت مين بالزبط أو أنت أمتك إيه فده برضو اتجاه أو نظرة في رأيي نظرة مغلوطة لقيمة الإنسان إن أنا أحد الإنسان إن هو دا إمته دا معناه طب النظرة اللي قلت عليها من شوية اللي هي الحيواني دي زي بتأثر علينا يعني زي الإنسان حياته بتتغير أو بتتأثر بفكرة دي أنا حديكي تشبيه بسيط خالص خالص لو أنت قتلت فرخة وكلتها حد حيزعل فرخة حد حيحس أنت عملت جريمة لا طبعا نرجعي مفيش صح ماشح نحس لكن لو قتلت إنسان المجتمع كله مش حيسكت وإنت حيبقى فيه شعور بالزنب ما عاش بيشعر بالزنب إنه قتل الفرخة يعني إلا فيه ناس طبعا اللي ما بتحبش اللي هما الفيجيتاريان يعني بيعانده مسكلف كده لكن عمتا مش دا مش دا الاتجاه الطبيعي حتى بلاش بلاش فرخة لو شفت أسد بيأكل غزالة هل بنحس إن الأسد دا ارتكب جريمة ومحتاجين نسجن الأسد دا لأنه أكل الغزالة بالعكس احنا بقوله دا تتصرف بفترته لكن الإنسان مش كده الإنسان لأنه على صورة الله الإنسان لأنه لأنه في الجوهر مختلف فالخطأ فحقه أو الاعتداء عليه النظر لها مختلف كمان إن الإنسان مجرد حيوان بعد ما يموت خلاص القصة خلصت فمثلا يعني أنا عايز أجيب حاجة عملية عشان أفهم يعني مثلا الإجهاض حاجة شبه كده إنه فيه ناس في الإجهاض بيبقى بالنسبة لهم دا مش إنسان يعني أو لسه ما وصلش على الإنسان طبعا دا مرتبط بالفكرة دي لأنه بيقول لك هو ما وصلش إنه يبقى إنسان بس حتى اللي بيقول هو ما وصلش إنه يبقى إنسان هو بيقول حاجة هو بيقول معين أنا مش موافع على الإجهاض لكن هو بيقول إن الإنسان بعد ما بيتولد ما تقدرش يتعتدي عليه يعني الخناء دلوقتي قبل ولا بعد لكن وانس إنه تولد كله منتفق إنه مش حايف على الإعتاد لمين ينفعش نعتدي عليه إنه بقى إنسان طبعا بالنسبة للنسبة للأمناس اللي بيقول إنه ما كانش إنسان أصلا وهو في الرحم بيقول ما كانش إنسان لكن فكرة إنه الإنسان ما ينفعش نعتدي عليه ليه لأنه على صورة الله هو مش مجرد حيوان متطور كمان فكرة الأبدية أنا قلتها قبل ما أنت تسأل السؤال دوت إن الإنسان كائن أبدي الحيوانات مش كده فإحنا مش بنأكل ونشرب لأن أنا غدا نموت زي مولز يقول القصة لو بس كده يعني خلاص يعني عيش الحياة دلوقتي استمت على قد ما تقدر يعني لو أنا متبني الفكرة دي أنا تفكيري مش في الأبدين هي أنا أقولي تفكيري في النهاردة صح وده معظم بقى الكوليات اللي بتكلم في علم الأنثربولوجي وعلم الاجتماع مش هتلاقي بتتكلم أبداً على الوضع الأبدي يمكن تتكلم على تطور الحس الدين إن الناس عندها تخيل إن فيه وضع أبدي فهتتصرف تصرفات معينة لكن مش هيحث الإنسان أو مش هيفترض إن الوضع الأبدي ده حقيقة هيقول الناس بتفكر كده لكن النظرة الكتبية مختلفة خالص النظرة الكتبية بتأكد إن فيه وضع أبدي وإن الموت مش نهاية القصة والعلاقات والعلاقة مع الله والعلاقة مع النفس ونظرت للآخر أنا لما أتعامل مع شخص على إنه كائن أبدي تختلف خالص على إنه أنا أتعامل معاه على إنه مجرد هو بيعيش دلوقتي وإن أنا أعيز أبسطه دلوقتي بس أنت اتكلمت عن الاحتياجات الجنسية وكأنه هو الاحتياجي الوحيد لنا وإحنا فيه حاجات بنشوفها كتير الإنسان بيحتاجها برا والعالم بيسوأ لها بشكل واضح أيه بص هو مش أنا اللي قلت اللي احتاجي الجنسي واحتاجي الوحيد فرويد اللي شاف إنه ده العمل الرئيسي اللي بيحرك المجتمعات لكن عندك حق فيه نظرات تانية شايفة نظرات مختلفة فيه مثلا نظرات بتشوف إن الإنسان كائن اقتصادي فأهم حاجة إنه أنت تسدد احتياجاته المادية ده زي الآلي غير الآلي يعني إيه يعني أهم حاجة في المجتمع إنه أنت تشبع الإنسان احتياجاته أكله شربه لبسه سكنه وعشان كده مثلا تسمع عن نظرة اشتراكية ونظرة رأس مالية والنظرتين دول بيتعاملوا مع الإنسان على إنه كان اقتصادي فالنظرة اشتراكية بتقول إن الدولة مسؤولة إنها تسدد احتياجات الناس كلها النظرة رأس مالية أيما على فكرة المنافسة الشديدة والشارسة واللتنين بيشوفوا إنه إحنا عايزين نشوف أنهي اتجاه هيسدد احتياج الإنسان وكأن الإنسان لو أنت سددت احتياجاته المادية كده أنت وصلت به لمنتهى أمله فدي نظر مش بس كده فيه نظرة تانية غير للجنسية والاقتصادية فيه مثلا إن الإنسان مخلوق كائن اجتماعي العلاقات العلاقات والهوية الثقافة الجماعة اللي أنت تنتمي لها دي مؤثرة جدا أنا عايز أقول احنا في مصر تقريبا يمكن انتماءنا الاجتماعي ده مهمة قوي ده حتى في الكورة انت أهلاية ولا زمال كامل وتلاقي الناس متعصبة جدا جدا للانتماء بتاعها ودي هويته بقى ده مرتبط أنا مين فانت لو قربت من الحتة دي أنا هدافع بعنف في هويتي الفكر القبلية أو التعصب الثقافي الانتماء لجماعة لو تلاحظوا كل نظرات دي فيها جزء من الصحر فيها جزء صحيح احنا فعلا مخلوقات اجتماعية احنا فعلا عندنا احتياجات مادية احنا فعلا عندنا احتياجات جنسية احنا فعلا في حاجات مشتركة بيننا وبالخاملات من ناحية البلوذي زي ما انت قلت في الأول اه احنا فعلا متوقع بنا نعمل الانتماء بس لدي هويتي يعني الغلط يمكن أن احنا بنركز على دي بس ايوه يتبقي هي المركز بتاعه الحياة مش بس ده المركز دي هويتي اللي بتعرفني اللي بتعرفني أنا مين امتي فين طب إحنا عايزين نعرف الكتاب المقدس مختلف في نظرته ولا يعني بيشوف الإنسان بطريقة مختلفة طبعا كتاب المقدس نظرته مختلفة لأنه كتاب المقدس بيشوف الإنسان من وجهة نظر الله قبل ما يشوفه من وجهة نظر نفسه وأحسن طريقة نفهم بها مين هو الإنسان إن إحنا نشوف الله بيشوف الإنسان إزاي اللي خلقه شايف الإنسان إزاي مش إحنا شايفين نفسنا إزاي فإحنا في فسادنا بنشوف الإنسان بنحط جداً من قيمته بنقلل جداً من قيمته في واحد ياسمه زون كالفين كاتب كتاب مسؤول قوي اسمه قصة الدين المسيحي قال كده أحسن طريقة عشان تفهمين هو الإنسان إن إنت الأول تبص على الله وتشوفه بصص للإنسان إزاي ومن خلال نظرة الله للإنسان تشوف نظرة الإنسان لنفسه أو الإنسان يبدأ يفحص نفسه في دوق النظرة اللّهية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة